8 لعيبة من النادي الأهلي في قائمة بتضم 26 لعب على مستوى العالم سجلوا أهداف نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للأندية الصدارة في هذه القائمة لكريم بن زيمة وحسين الشحات أحرص كل واحد منهم في أربع نسخ مختلفة من هذه البطولة بعديهم بيجي كريستيانو رونالدو وجارف بال وليونال ماسي وسالم الدوسري بالمناسبة ومعهم بيرسي تاو أحرص كل واحد منهم على حدة فيه ثلاث نسخ مختلفة من هذه البطولة وفيه عشرين لعب يعني أحرص كل منهم فيه نسختين من هذه البطولة منهم بالمناسبة محمد أبوتريكا وفلافيو أمادو وإعماد متعب وإحمد عبدالقادر وعلي معلول وياسر إبراهيم كل دول من النادي الأهلي يعني كل واحد منهم أحرص فيه نسختين مختلفتين من هذه البطولة المونديالية الكبرى ومناسبة بقى كلام عن اللي سجلوا أهداف بعد أهداف ياسر إبراهيم وعلي معلول في آخر نسخة تساوى هذا التنائي مع الإسباني الشهير راموس في قائمة أكثر المدافعين تسجيلاً للأهداف في كأس العالم للأندية برصيد ثلاث أهداف لكل واحد فيهم ياسر إبراهيم سجل هدفين في مرمى الهلال السعودي سنة عشرين واحد وعشرين وهدف في مرمى أوراوة الياباني في نسخة البطولة الأخيرة عشرين ثلاثة وعشرين وسجل علي معلول هدف في مرمى ريال مدريد في نسخة كأس العالم للأندية عشرين اثنين وعشرين وسجل هدفين في آخر نسخة وحاجة عظمة 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 ترجمة نانسي قنقر